السلام عليكم يا ريفاق في الجزء السادس من مانوان رجمة النهار في الحلقة السابقة كان عيد ميلاد سيونغ هيون وذهبت يورا لرؤيته متخفية لكن في الواقع لم تكن تعرف أن اليوم هو عيد ميلاده ولم تحضر له هدية وفي النهاية كتبت له عيد ميلاد سعيد أبا وأبا معناها حبيبي بالكوري والسيونغ هيون للأخ فرح كثيرا لأنها المرة الأولى التي بتدلع فيها الأخت يورا والآن لنرى الأحداث الجديدة كانت يورا واجين تتسواقان كان هذا الموسم هو موسم تفتح أشجار الكرز تقول يورا إن المنظر جميل جدا ثم تحدق في زوجين يمشيان في الطريق وتقول هل ستكون قادرة يوما ما هي والسيونغ هيون المشي هكذا تحت أشجار الكرز تلك الأمور صعبة للغاية لهما بما أنه نجم سينمائي حبيبها الغالي بعد لقاء المعجبين سيكون السيونغ هيون مشغولا للغاية بباقي أعماله شركة ميك تستعد لإصدار الدراما قريبا مشتركة بعيدا عن الشركات الأخرى هذا مشروع ضخم تضع فيه الشركة كل طاقتها مع ظهور عدد كبير من المشاهير في شركة ميك في البداية شركت يورا في الدراما من قبل لذلك هي حفظة النص وهذه الدراما ستكون ناجحة بالتأكيد لأن لأن الجميع يبذل جهده عليها تقول جين تعالوا ليفكروا في الأمر أليس السيونغ هيون في سيول اليوم؟ تجيبها يورا أجل إنه هنا من أجل المؤتمر الصحفي تقول جين هل هو حقا في مؤتمر صحفي؟ تتسأل عما إذا كانت الدراما ستكون في تصنيف أحسن 50 الدراما لهذا العام تتحمس يورا وتقول إذا كانت من ضمن التصنيف سيكون ذلك رائعا تقول لها جين بالطبع سيكون الأمر رائعا إنها الشهرة يا رفاق إنها الشهرة وأيضا عزيزتهم يورا ستصبح نجمة مشهورة ثم تقول يورا هاي إنها فقط مجرد ممثلة مساعدة في الأفلام مجرد المشاركة في الدراما إنه لشرف كبير لكن ذلك حدث حقا تصرخ يورا وتقول ماذا؟ سوف تشارك في الدراما؟ يجيبها سو نعم سوف تلعب دور شخصية إينو الممثلة لتلك الشخصية حدث لها أمر طارئ لذلك أخذوهم بدلا منها هل قرأت الناس؟ كنجل المتحبسة وتقول إن يورا تستطيع فعلها تجيبه يورا نعم لقد قرأت النص من قبل حفظته تقريبا يكمل سو ويقول في الحقيقة أثناء مناقشة اختيار الممثلة التي ستلعب دور إينو أوصل كاتب بشدة أنها ستكون مناسبة لهذا الدور يقول سيونغ هيون بالطبع هو سو بدأها تمثيلها وبشدة تحدق فيه يورا وتقول إنه حقا يفجئها دائما تتدخل جين بسرعة وتقول حسنا هل قرروا من سيمثل شخصية سو؟ شخصية جونغ سو سيكون شريك إينو في الدراما سو مش هاد شريك سيونغ هيون اللي هو حيمثل مع يورا في الدراما يجيبها سو صحيح سيمثل كانجلي شخصية سو لقد قابلته يورا بالفعل تتحمس جين وتقول هل قابلت كانجلي بالفعل؟ تقول لها يورا أجل قابلته منذ فترة في بيكالة سيونغ هيون تحمس جين وتقول حقا لماذا لا بتخبره بذلك؟ كانجلي رائح حقا هذه الأيام إنه مشهور لكن يورا كانت تفكر في الحقيقة شعرت بالارتياح لأن شركها في الدراما هو كانجلي رغم أنهما لم يتحدثا سوى القليل لكنه شخص ودود ولا معل الغاية دو الشخصية إينو في الدراما مريحة ولطيفة وهذه الأيام كانت يورا كذلك لذا تعتقد أنها ستبلي جيدا في الدراما كانت مضحميسة للغاية يسأل سيونغ هيون يورا هل أحبت دورها؟ تجيبه بالطبع لأنها ستكون مقربة منه في الدراما لذا هذا جيد يقول من الرأي أن تلعب دور أخته الصغرى تبتسم وتقول ما الخطأ في أن تكون أخته الصغرى ما يهمها أكثر هو أنها ستكون قادرة على التمثيل معه مجددا ثم يقول سيونغ هيون لكن سيكون لديها مشهد قبلة تتدخل وتقول ها هل إن لديها حبيب في الدراما أصلا؟ يقول السيونغ هيون أن لديها حبيب لكنه يمزح لا يوجد مشهد قبلة تقول يورا إذن كان يجب على الكاتب إضافة مشهد القبلة لتثير غيرته بعدها يضحك الإثنان تقول يورا في عقلها إنها سعيدة للغاية ثم تسأله بعد تفكيره في الأمر من هي شركته في التمثيل؟ هل تقرر الأمر بعد؟ يجيبها أجل تسأله إذن من هي؟ يجيبها سونغ جين آه وتتغير تعابير بطلتها 180 درجة تسأله مرة أخرى من؟ يجيبها سونغ جين آه تقول في عقلها لا حاجة لقبل ذلك مرتين صحيح بعد تفكيره في الأمر سونغ جين آه هي أكثر شخصية مناسبة لهذا الدور لكن هذا لا يعجبها ثم تسأل يورا سيونغ هيون ما خطب يده؟ إنها حمراء هل تأذى؟ بعدها يتوتر ويقول إنه فقط بسبب فيلمه في بوسان لا شيء مميز تقول له فليدعها تراه الآن يقول لقد أخبرها إنه لا شيء تصحبها بسرعة وتقول له أن يدعها تراه ثم تقول ما تتأذى إنها متورمة للغاية يجيبها لا بأس إنه لا يؤلم تكمل وتقول ما المشهد الذي جعله يتأذى هكذا؟ يقول إنه مشهد بسيط لا أكثر فلتتوقف عن ذلك وليذهب الآن يعتقد أن هذا الوقت المناسب لقراءة النص هيا تقول يرى في عقلها إنها متأكدة أنها قرأت نص سينغ يون ولم يكن هناك مشهد ليؤذي بها يده هكذا هل تمت إضافة نص جديد؟ ثم تقول له إنها متأكدة أنه يخفي شيئا ما عنها في المساء كانت يارا تتحدث مع جين عبر الهاتف وتخبرها أنها في طريقة عودتها للمنزل تعطيها جين توصيات وتعليمات حتى لا تؤذي نفسها وأن تتناول طعامها زي الأميات يعني الأمهات بعدها تسألها ما هي مخططتها مع سينغ يون تجيبها يورى أنه لا يوجد لديها مخططات معه لكن يبدو أن سينغ يون سيذهب للقاء أصدقائه القدامى بعدها تسأل يورى جين هل هي مع سو؟ تقول لها جين أجل لماذا؟ تفكر في عقلها أنها تريد أن تسأله عن سبب جرح يد سينغ يون لكن في النهاية تقول أنها نسيت ما تريد قوله وتودعها ثم تقول أن سينغ يون سينزعج منها إذا سألت سو عنه لكنها عندما تسأل سينغ يون يتجهل سؤالها دائما ماذا تفعل لجعله يخبرها عن سبب إصابته؟ على أي حال ستفكر في ذلك غدا لكن عندما كانت على وشك أن تغلق الباب يفتح أحد ما الباب بسرعة تتجمد يورى في مكانها بعدها تجري وتمسك كوب وتقول من أنت؟ فليخرج من هنا قبل أن ترمي هذا واو تخيلوا حرامي بيكون ماسك سكين أو مسدس وأنت تمسك عليك ببيت مي وتقولي لأخرج من هنا واو بعدها ينزل القناع ويكون رأس البصل بس راس بصل وقع الأرض متورم يقول لها أن لا تعامله كالمجرم إنه هنا فقط يطلب شيئا منها تصرخ وتقول لقد انتهى كلامهما مبعضهما البعض لا تريد سماع منه أي شيء فليذهب من هنا هل سمع؟ فليخرج فورا أخبرتك بالفعل لدي ما أطلبه منك لن أخرج قبل أن أنتهي من حديثي فمتقول حسنا لا يخرج فالتدع الشرطة هي من تخرجه بعدها تبحث عن هاتفها أين هو؟ لقد كان عند قدم الدب ثم تجري بسرعة لأخذه يبسكها رأس البصل ويصرخ عليها حوان جورا ما هي علاقتي بس يونج هيون ثم تتوتر ما الذي يقوله؟ تقول له هالجون يقتحي منزلها هكذا ليتحدث بالهراء أجيبي على سؤالي هل حدث شيء بينكما في بوسان؟ بعدها كانت ستتصل بالشرطة توقفي فهمت سأذهب أجيبي فقط بناء أو لا هل تواعدين كانغ سيونج هيون؟ ثم تقول له من أنت لأجيبك على هذا السؤال؟ بعدها لحظة إدراك عند رأس البصل أنه عن جد من هو يقول حسنا بعدها يلتفت لي وغادر ويقول أنها على حق تجري بسرعة وتقفل الباب وتقول اللعنة على هذا الرجل إن أفعاله جنونية وهنا كانت الصدمة رأس البصل مورم وإيد سيونج هيون متألمة ما المشهد الذي جعله يتأذى هكذا؟ ورأس البصل خارج الباب كان يحدق في المنزل ويقول هل يتوعدان حقا؟ سيونج هيون ويورا؟ سيونج هيون؟ هذا هراء مستحيل تقول جين لقد كانت هي ويورا تتحدثان للإتاوب لماذا تتصل مجددا؟ بعدها تجيب وتسأل يورا ما الخطب تقول يورا هل سولا يزال معها؟ تجيبها جين أجل لماذا؟ تقول يورا لأن لديها سؤال له هل يمكنهما التحدث لدقيقة؟ يقول لها سوما الخطب هل تريد سؤاله عن سيونجيون؟ تقول له يورا أجل إنها أسف لإزعاجه يقول لها لا بأس إذن ما الذي حدث؟ ثم تسأل هل حدث شيئا مع سيونجيون في بوسان؟ يتبتر يسألها ما الذي تتحدث عنه؟ تقول أنها رأت جرحا على يد سيونجيون سألته وأخبرها أنه بسبب تصوير مشهد في بوسان لكنها لا تعتقد أن ذلك هو السبب ثم تقول يورا إنها قلقة من أن يكذب سو أيضا بعدها يقول سو ربما كان مشهد إضافي ويضحك ثم تقول له يورا لا يقول كما أخبرها لابد أنه مشهد إضافي تصرح عليه وتقول فليكن صديقا معها هل الأمر علاقة برأس البصال؟ يقول حسنا كان تسرعا من سيونجيون الأمر حدث منذ فترة عندما كانوا في بوسان حيث حدث ما حدث كان الجميع ذهب لحفلة لكن سيونجيون كان متعب ويريد أن يأخذ راحة وعندما ذهب للنادي رأى رأس البصال ومدير أعماله جاليسان فيه وحدق في رأس البصال بعدها قال أنه سيذهب فقط لمكان آخر ثم يسمع مدير الأعمال يقول ما الذي حدث مع رأس البصال ويورا عندما كان يتحدثني في السيارة ولما سمع سيونجيون اسم يورا انتفت على الفور يقول رأس البصال حدث ما حدث مجرد كلام أنا فقط فضودي بشأن شيء يسأله مدير أعماله ما هو هذا الشيء هل أنا حقا أؤديها كثيرا؟ يجيبهم مدير الأعمال أجل لقد قام بصفعها لكنها صفعتني أنا أيضا يفكر مدير الأعمال أنه طفح الكيل مع هذا الشخص ويقول له على أي حال فليتوقف عن ما يفعله لا فائدة من تقربه من يورا بعد أن تخلى عنها وتزوج من إيران هاي ما خطبك لماذا تخبرني بهذا فجأة؟ يقول مدير الأعمال هذا لأنه يقص على يورا كثيرا ها؟ أتشار بالشفقة تجاهها الآن؟ لا أعتقد حتى أنك تعلم كيف انضمت يورا للبكالة لقد باعت جسدها لسيونجيون دخلت للبكالة عن طريق أفعالها القذيرة وأيضا سيونجيون لا شيء جيد به غير وجهه هذا يقول مدير الأعمال أن يتوقف عن هذا الكلام إنه خائف من أن يسمعهم أحد من سيستمع لا أحد من المشاهير يأتي إلى هنا يقول له السيونجيون أن يعيد ما قاله للتو يصرق مدير أعماله ويقول كان جسيون هنا ما الذي يفعله بعدها يتلعفهم رأس البصل ويقول سنيور أنا فقط أنا فقط بعدها يعطي السيونجيون كف لولا بخماسي سداسي راح زايحه مترين لورا هالجنين ما فتف؟ وضربوا كمان مرة وقعد يضرب فيه وشفر نغلين الحمد لله مدير الأعمال وقف يحضق بصنط بعدها يقول ما الذي يفعله فليتوقف الآن ما يفعله الآن قد يؤدي إلى سجنه بعدها يلتفت إليه سيونجيون بالنظرة البومبستكية النظرة القاتلة ويأتي السوى ويقول لسيونجيون أنه لسي هاتفه في معطفه وبعدما كان يبتسم يدعب الصراخ ما الذي يفعله سيونجيون الآن ثم يقول سيونجيون أن يطرده أو سيستقيل بنفسه كان المدير يقول سيونجيون هل هو حقا قام بضربه؟ يقول له السوء أنه لم يستطع إيقافه في الوقت المحدد بعدها يبدأ المدير بالضحك يسأله سيونجيون لماذا يضحك؟ يجيبه المدير أن هذا بسبب أفعاله ما الذي أخضوه هكذا لدرجة أنه يضربه؟ كاد أن يتسبب في قتله حتى لم يعتقد أنه سيراه يفعل شيئا كهذا يستمر بالضحك بأعلى صوت ويعتذر مرة أخرى يقول آسف لكن هذا مضحك حقا ثم يعتذر سيونجيون ويقول أنه بسببه دائما ما يوقعه في المشاكل يقول المدير لا بأس لا بد أن لدي أسبابه لإفعال هذا لذلك لن ينومه لكن بما أن علاقته سيئة معه فليقوب باستبدال رأس البصل تفاجأ سيونجيون يكمل المدير ويقول فكما يعلم رأس البصل ليس مناسب للفيلم أبدا لقد ارتكب خطأ حقا حينما أعطاه ذلك الدور ثم يقول سوء أن المدير محق لقد انضم رأس البصل في البداية بسبب منصب زوجته إذا أخبروا والد زوجته ووالده عن ما حدث ربما يدفها من الأمر أنه غير مناسب للفيلم وسيكون هذا جيد لتجنب المشاكل في المستقبل لكن المشكلة ماذا سوف يقول للصحافة عن إزالة رأس البصل من دوره وجلس الجميع يفكر في حل سويا يلتفت سيونجيون لصوى ويقول له أن لا يدعى يورا تعرف بما حدث اليوم كذلك جين لا يخبرها أبدا ثم يقول سيونجيون إذن هل جميع دموعك كانت بسبب جونجو رأس البصل ذلك كان سيونجيون جالس في منزله بعدها رن جلس المنزل يتسأل من هنا في هذه الساعة عندما فتح الباب كانت يورا كان الأخ مصدوم يورا لماذا هي هنا في هذا الوقت المتأخر وقبل أن ينهي كلامه تقوم يورا باحتضانه تقول لديها شيء تريد أخبره به أخبرته أنها تعرف ميران لكن تلك كانت كذبة صحيح أنها ذهبت لحفل الزفاف ولكن ذهبت من أجل رأس البصل لأنه طلب منها الانفصال ذهبت لو تريه مدى غضبها تجاهه وعلى أي حال لقد تقبلوا بالصفة في نفس الفيلم في بوسان لم تعرف كيف يجب أن تتصرف تجاهه أمام الناس لذلك كذبت على السيونغ هون وتقوم بالاعتذار له تقبل وتقول وأيضا لأنه انتظرها حتى تفتح قلبها له ولم يسألها عن أي شيء شكرا له ثم يقول لها هل سوما أخبرها إذلك ربما سيضطر إلى ربط فمه تقبل وتقول لا تستطيع تصديق أنه تفهم الأمر بدلك السهولة إنها سعيدة حقا أنه حبها الثاني يقول لها أنا أيضا سعيد للغاية لوقوعي في حبك ووجودك بجانبي تقول له لكن تتمنى منه أن لا يؤذي نفسه مجددا بسر الأشياء كهذه يؤلمها عندما تره يتأذى يجيبها كما تشاء سيفعل أي شيء تخبره به واو 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 تقول وتقول أنها تريد أن تغضب مثله هكذا وتوسعه ضربا يجيبها ليس عليها فعل ذلك إنه موجود ثم تقول إنها كانت تمسح يقول لها أن تدخل تجيبه لا يجب عليها الذهاب لقد رأت وجهه بالفعل هذا يكفي ثم يقول أن الوقت متأخر لذا فلتنام وتعود في الصباح بعدها يقترح عليها أن تساعده في التدريب على النص تخبره إذا كان الأمر كذلك فحسنا بعدها يحدق فيها سيونجيهون ويقول أنه لا يوجد مشهد نوم في النص ثم يقول لابد أنها متعبة يحملها ويضعها على السرير ويقول لا يستطع تصديق أنها حبيبته الآن إنها لا تعرف كم يمنحه وجودها بجانبه القوة لذلك فلتستمر فقط في البقاء معاه ثم يغادر الغرفة ويقول يعتقد أنه يحبها بجنون انتظري لماذا تفعلين ذلك لي هاي جو ويحدق الإثنان في بعضهما البعض ثم يقول المخرج كات فليقطعوا لينتقلوا للمشهد التالي الآن يحدق بهم الجميع ويقول إنهم جيدون للغاية إنها رائعة تقول يورا مستواهم مختلف تماما ثم تأتي جين ليورا وتخبرها أن يذهبوا كانت متحمسة للغاية لأنها ستعمل مع السيونجيهون في نفس الفيلم لكن لقد بدأ الأمر وكأنه في فريق وهي الأخرى في فريق لاختلاف الشخصيات تقول يورا إن الملابس جميلة للغاية لكن ارتداء ملابس شتوية في يوم حار ستموت هكذا تقول لها مصففة شعرها وأزيائها إنه لمشهدين أو ثلاث مشاهد فلتتحمل وأيضا هي تبدو جميلة للغاية بغض النظر عما ترتديه تخجل يورا وتحدق بها تقول مينا أنت لطيفة للغاية تخبرها مينا أن تنتبه لمكياجها ثم يطرق أحد الباب ويسأل إذا ما كان بإمكانه الدخول تخبره يورا أن يتفضل كان كانك لي ترحب به يورا تسأله يورا هل يشعر بالحر هو أيضا؟ يجيبه أجل وكأنه يختنق مشهد شتوية في مده هذا الحر سيء للغاية كان يجب عليهم أن يتشجروا مع كاتبة السيناريو ثم يأتي أحد ويخبرهم أن المشهد سيبدأ فليستعداه لقد مر أسبوع منذ أن بدأ التصوير بسبب تمثيل كانجلي الجيد انتهت مشاهدهم بسرعة وأيضا موقع التصوير كان جيد أفارغ لكن كانت هناك مشكلة واحدة مشكلة واحدة فقط كانت يورا تبعت الكثير من الرسائل لسونغ هون لمثال تراه في الأرجاء وتبعت له الرسائل باستمرار لكنه لا يجيب لا تستطيع التواصل معه تحاول جين ومينا التخفيف عن يورا لأنها بدأت منزعجة لكن يورا بقيت منزعجة وتستمر جين ومينا بالترفيه عنها تقول يورا أنها تريد العودة لحياتها السابقة يورا في الماضي عندما كانت تقرأ خبر انفصال ممثلة عن ممثل بسبب أنشطة العمل التي تجعلهما أبعاد عن بعضهما البعض تقول لا يهم مدى انشغالهما ألا يستطيعان حتى رؤيت بعضهما لخمس دقائق إذا كان يحبها حقا كان سيحدثها ولو لخمس دقائق ثم تقول لا لماذا لسردهما حتى نصف دقيقة لرؤيت بعضهما البعض هذا سيء هي والسيونغهون يبتعد عن بعضهما شيئا فشيئا تتقل الأحداث إلى السيونغهون الذي كان جلس بالزيارة كان متعب كثيرا يخبره السائق أنه يمكنه النوم قليلا فهو لم ينم لعدة أيام ثم يمسك هاتفه ويرى رسائل يورا ثم يكتب لها رسالة اعتذار أنه كان في موقع التصوير لكن قبل أن يرسلها يتصل سو يقول له سو هل تصويره وبصار بشكل جيد يدى أنه لا يوجد راحة كان سو يريد أن يتحدث عن العمل في الشركة يخبره السيونغهون أن يفعل ما يشاء وما يره مناسبا ثم يقول سو إنه يصور وفي نفس الوقت يعمل في الشركة إن هذا صعب يقبل سو يقول بالمناسبة هل يعلم أن عيد ميلا ديورا قريب؟ يفزع السيونغهون ويقول له حقا لم يكن يعلم بذلك يجيبه السو لن يكون لديه وقت لها بسبب أشغاله هل يشتري لها هو هدية؟ يقول له السيونغهون لا فليدعه يفكر ثم يقول له سو أن يشتريه عبر الإنترنت ألن يكون من الأفضل فعل ذلك؟ طبعا هذا الشخص طلع مش بس طلع البنظم وقت سيونغهون كنه شي بدال سو هاد يقول سيونغهون أنه خطرت له فكرة كان هناك الكثير من الأشخاص يتسأل الناس لماذا هناك العديد من الأشخاص يقفون هنا؟ كان ذلك لأنهم يصورون فيلم الممثلين سيونغهون وسونغ جين آه وبعد أن انتهوا من المشهد اخبرهم المدير أن يقفوا سيكملوا بعد تناول الغداء ثم تلتفت سونغ جين آه لسيونغهون وتقول له أبا لنتناول الطعام مع لكنه يتركها ويغادر وتتجمد سونغ جين آه في مكانها بعدها تذهب لمدير أعماله وتسأله إلى أين ذهب السيونغهون مسرعا هكذا؟ طبعا المدير الأعمال وقف يحدق في جمالها ويقول لقد ذهب لشراء هدية لحبيبته ثم يحدقان في بعضهما البعض الاثنان كانوا مصدومان ثم يقوم مدير الأعمال بدرب فمه الثرثار فتحدق فيه سونغ جين آه يذهب السيونغهون إلى محل مجوهرات وتراحب به الموظفة تسأله هل يبحث عن شيء معين؟ يقف يحدق في مكانه بعدها يقول أنه لم يحدد بعد ماذا يريد كانت الموظفات يقولنا إنه سيونغهون كان سيونغهون إنه رائع يقول السيونغهون هذا متعب اعتقد أنه سيشتري ما يراه فورا ويذهب لكنه لا يعلم ماذا يشتري ما الذي قد يعجب يورا؟ ثم تأتي سيونغ جين آه من خلفه وتقول إنه جميل للغاية هذا كذلك جميل أبا إنه جميل أليس كذلك؟ هل علي تجربته؟ لكنه بهض الثمن لمجرد النظر إليه يبعث بك شعور غريبا تحدق بها سيونغهون مستغرب وتحدق بها مديرة المتجر أيضا ثم تقول سيونغ جين آه إنها الذكرى السنوية للشركة لقد قرر مديرنا إعطاء الفتيات في الشركة هذايا للذكرى السنوية يقولها سيونغهون ما الذي تقوله؟ تقول وتقول لهذا لا تستغرب من قدومنا إلى هنا بالمناسبة سيونغهون هو مدير الشركة ثم يقول لها سيونغ جين آه ما الذي تقولينه؟ تقول له واو هذا جميل أليس كذلك؟ ثم تهم سلاح ألا يفعل شيئا كهذا مرة أخرى فليفكر في فيلمهم أو في الشركة مثل سيحدث العالم الآخرون أن الذيه حبيبة؟ ثم تقول إنه رائع للغاية يبدأ أنني سأشتري هذا وتطلب من الموظفة أن تعطيها واحدة يقول سيونغهون إن هذا جنون بعدها تعتذر سيونغ جين آلي سيونغهون وتخبره أنها تخطط حدودها أخبرها المدير أنه ذهب لشراء هدية لحبيبته وشعرت بالحزن لأنه لم يخبرها حقا ماذا لو تعرض للفضيحة بسبب هذا؟ فكما يعلم الصحفيون بكل مكان لذا قلقت عليه لذا رغبت في مساعدته حتى لا يتم اكتشاف أمره ويطرد من الشركة ومجال التمثيل ثم تعتذر لأنها فعل ذلك بدون سؤاله لكنها أرادت فقط مساعدته يفكر سيونغهون إنه لا يعلم ما إذا كانت صادقة أم لا لا يستطيع الغضب عليها لا يعلم ماذا يفعل وتبدأ سيونغ جين آه بالبكاء يتوتر سيونغهون بعدها يسألها لماذا هي أدكي؟ تقول له إنها حقا آسفة وتخبره أن يقبل اعتذارها يتناهد ويفرق رأسه بعدها يقول فهم الأمر لذا فلا تبكي ويخبرها أنه ممتن لمساعدتها مع ذلك إذا حدث شيء كهذا مرة أخرى فلا تتدخل في شؤونها الخاصة إذا حدث وتدخلت في الأمر لن يتغضى عن هذا مرة أخرى وسيغضب تقول له حسنا لقد فهمت ثم يقول أنه سيذهب أولا فلتمسح دموها قبل الخروج بعدها تمسكه وتقول هذا يعني أنك سمحتني أليس كذلك؟ ثم يحضق فيها نظرة شمالها هاي مشرد السيبني ثم يحاول الهروب تقول يبدو أنه كذلك وتشكره على مسامحته لها يقول ماذا يفعل معها لا يستطيع الوثوق بها كانت يوراجين مينا وكانكلي يتناولون الدونات والحلويات معا تقول يورا هل أحضروها معجبينه له؟ معجبونه رائعون حقا يسألها هل هو لذيذ تجيبه للغاية فتحدق جين بهما وتقول يبدو أنهما على علاقة واثيقة حقا ثم يقوم كانكلي بتصوير الطعام ونشره على الإنستا الإنستجرام بعدها عندما كان ينشر ويتصفح الإنترنت يصخ ويقول ما هذا تجيبه يورا ما الذي يجري يقول كانكلي إن هذا مفاجأ هناك شائعات عن موعدة سيونغ هيون وأجين آ وهنا كانت الصدمة ماشاء الله كله صدمات تصرخ جين وتقول له عن ماذا يتحدث فليعطيها الهاتف الآن يقول كانكلي الموضوع انتشر قبل قليل يبدو أنهما كان يشتريان هدية ما كان عنوان الشائعة أن كانكس يونغ هيون وصونغ جين آ في علاقة الرومانسية في متجر المجوهرات هل هما حقا يتواعدان؟ ثم تقول جين ليورا أن لا تقلق إنها مجرد شائعات فقط لكن يورا كانت مصدومة جدا لأنه لا يملك الوقت لها بينما يذهب ويتسكع مع سونغ جين آ في وقت آخر تقول جين إنها سعيدة للغاية انتهى النص الذي كتبه سونغ هيون وكذلك سيمثلان معا الفيلم سيكون غدا أليست متحمسة؟ لكن كان هناك هدوء وصمت في المكان ثم تقول جين لا تفكر كثيرا كان مكتوب كذلك في المقال أنه يشتري هدية لها من أجل الذكرى السنوية للشركة وكذلك لقد تحدثت مع مدير أعماله بالفعل قال مدير الأعمال إن سينغ هيون يصور الآن إذا اتصلت بشأن المقال فلا داعي للقلق والآن فلتعذيره يجب عليها الذهاب تقول يورا أن محادثتها مع مديره جعلتها ترتبك أكثر اعتقدت أنه سيشرح الأمر لها لكنه لم يقل شيئا هذا يقيقها تقول جين تعتقد بأنهم مجغولين للغاية فكما تعلم إنهم أبطال الفيلم لذلك لا داعي للقلق تقول يورا لا يوجد شيء كذكرى سنوية للشركة إنه مجرد كلام في المقال للتغطية على علاقتهما لماذا يشتري لها عقدا من الأساس تتوتر جين تقول إنها لا تعلم سوف تلتقي بسيونغ هيون غدا فلتسأله حينها ثم تقول جين لمينة أن يتركها بمفردها قليلا في مثل هذه الأوقات يجب عليها ترتيب أفكارها تحد غيرها مرة أخرى في المقال وتقول لماذا هما مقربان هكذا وتعبيره مخطفها ونروح على المول كان هناك فتاة تصرخ وتقول إنها غاضبة للغاية لقد أحرجها أمام صديقاتها لماذا ترد من الفيلم في هذا الوقت؟ آه لقد أخبرتك بالفعل أنني لم أترد لقد أراد المخرج فجأة تغيير الممثلين ماذا كان يجب أن أفعل؟ حتى لو كنت غاضبة لا يجب عليك معاملتي هكذا ثم تلتفل إليه وتقول كيم جنك بو؟ أنا لا أخبرك بأشياء كاذبة عندما أقول أن المدير طردك فقد تم طردك ويتذكر يورا عندما قالت له ماذا؟ أطرده المدير؟ هل فقد المدير عقله؟ كيف يمكنه أن يفعل ذلك به؟ وتخبره ألا يحزن؟ إنهم يغارون منه فقط سيدخط الصعاب سويا باو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما حبيب البطل السابق البطل بتحلوش في عينه إلا لما تصير تحب حدا تاني ثم تنادي عليه زوجته وتخبره ما الذي يفعله فليذهب معها بعدها يشتم نفسه ويقول ما الذي كان يفكر به الآن ثم ذهبت ميران لتنسوق لملابسها بعدها يتصبح رأس البصل هاتفه ويصدام أهذه شائعة مواعدة سيونغ يون لجين آه؟ ألم يكن يواعد يورا؟ لا إنه متأكد أن هناك شيئا بين هذان للإثنان هل انفصل آه؟ هذا يشرح كل شيء سيونغ يون كان يلعب مع يورا لا أكثر هل يجب أن أبادر الخطوة والتي جاهها؟ كانت يورا شاربت الذهن تصرخ جين وتقول لها ما الذي تفعله هذا كثير وتستيقظ يورا من أحلامها تقول لها جين أن تركز أخبرتها أن لا تهدم للشائعات تجيبها يورا لكنها تشعر بالقلق لدرجة أنها لا تعرف ما إذا كانت تأكل الطعام من فمها أو من أنفها ثم تقول جين ألم يرسل لها سيونغ يون رسالة يوضح بها كل شيء؟ ثم تقول يورا هل حقا تعتقد أنه وضح كل شيء في الرسالة؟ كانت رسالة سيونغ يون تقول هل قرأت المقالة؟ فالتفق به لا يوجد شيء كهذا إنها مجرد شائعات إلى اللقاء ثم تقول جين على أي حال يجب عليك لهم الالتقاء اليوم والتحدث بشأن الأمر فهما سيصوران غدا معا تقول يورا التصوير مع سيونغ يون كانت تلك اللحظة التي كانت تنتظرها لفترة طويلة لكن الآن لا تشعر بذلك الحماس ثم تأتي جين آ عند يورا وتقول هل أنت هي يورا؟ إنها أنت حقا لقد مر وقت طويل كيف حالك؟ تكمل جين وتقول إن هذه هي المرة الأولى التي يلتق فيها منذ قراءات الناس وتفكر جين ويورا أن هناك الكثير من المقاعد الأخرى بماذا أدت لتجلس عندهم؟ ثم تلوح جين آل سيونغ يون وتخبره أن يأتي إلى هذه الطاولة تحضر به يورا وتقول سيونغ يون؟ وتناديه بأبا؟ لكن ما زلت لتعرف كيف تواجهه؟ ثم يبتسم سيونغ يون تتوتر يورا وتقول هل هو يبتسم الآن؟ ثم يأتي السيونغ يون ويجلس ويسأل يورا متى جاءت إلى هنا تجيبه فقط الآن كانت تأكل بسرعة شديدة يخبره أنه سيصبح لديها عصر هضم إذا أكرت بهذه السرعة تقول لا هذا لأنها جائعة تقول جين آل يبدو أنها جائعة حقا لكن سيؤثر ذلك على تصفيرها غدا لذلك فلتأكل بتمهل تحدق يورا بجين آه ثم تقول إنها حقا لا تفهم نفسها لكن جين آ لم تفعل شيء خطأ لماذا هي غضبة منها؟ لكن وجودها مع سيونغ يون؟ كانت هي الوحيدة من تتحدث مع سيونغ يون تخبروه أن يتناول هذا الطعام إنه لذيذ بعدها تقول إن النادل يحمي الكوكتيل ألا بأس أن يجربوه؟ بخصوص المشهد السابع عشر ألا يعتقد أن ننصصه كثيرة حقا؟ ما الذي يعتقده؟ كانت يورا ترغب بتغيير المقاعد ثم يأتي كانجلي يرحب بالجميع تقول يورا أنه أتى في الوقت المناسب ترحب به الجين آه ويرحب بها كانجلي أيضا يقول إنه لأمر مخزي أنه لا يملك مقعدا هنا لذا سينذهب إلى مقعد آخر تقول له يورا أن يتوقف ستذهب معه يسألها أهذا جيد؟ تجيبه بالطابع ولما لا بعد كل شيء إنهما شخصيات رئيسية أما هما الإثنان فشخصيات ثانوية فليذهبوا معا يقول كانجلي لقد تأثر حقا يورا هي الأفضل ثم تجيبه أرأيت لا أحد يعتني بك غيري كانجلي وهنا تتفعل وضعية الغيرة لدى البطل يشكر كانجلي يورا لجلوسها معه يقول لم يكن يعلم ماذا يفعل كان لا يوجد مقعد فارغ في طاولتها تجيبه لا بأس لا يقول ذلك الأهم أنهم جالسين مع بعضهم الآن كان كانجلي سعيد جدا ويقول إن كلامها مؤثر للغاية لكن يورا تشعر باللؤم إنها تستغل كانجلي للإبتعاد عن السيونج هيون إنها أسفة فما يذهب كانجلي لإحضار المشروبات ثم تأتي رسالة ليورا تقول لربما إنها رسالة من السيونج هيون لكن تشعر بالتوتر أجب عليها أن ترى الرسالة لن تراها لكن إنها حقا فضولية بشأن محتواها كانت الكرامة ذاهبة في عالم موازي كانت الرسالة تقول من الذي تفعله لماذا لا تجلس معه شعرت بغيبة أمل لم تتوقع أن هذه محتوى الرسالة كانت غاضبة جدا وتقول كان كانجلي سيجعل بالخجل إذا ذهب وحده هكذا وأيضا إنه على مقرب من سونجين آ إنه يجلس معها بالفعل ألا يكفي هذا؟ يرسل لها الرسالة أهذا ما يهمها؟ إنهما لم يرى بعضهما البعض لعشرة أيام وذهبت لتجلس معه ودركته بمفرده تقول له أن يتناول غداء ولا يهتم لها يسألها هل هي غاضبة منه؟ فلتعود إلى هنا ترسم له رسالة وتقول أن يريد منها العودة؟ ألم يسمع ماذا قالت له؟ كانجلي سيشعر بالخجل إذا جلس لوحده ثم تشتم يخاف كانجلي ويسألها ما خطبها؟ تقول له إنها آسفة لكن لا تشعر أنها بخير ستنثب إلى المرحاض تقول إن هذا محبط حقا أصبحت مجنونة بسببه من يعتقدها؟ هل يتوقع منها الذهاب للأكل معه بعد موعده مع سونجين آن؟ ثم يأتي سيونج هيون وينادي على يورا بصوت عالي أهذا سيونج هيون؟ إنه هو حقا سيونج هيون تلتفت يورا بخوف وتسأله ما الخط أيها الرئيس؟ سيونج هيون؟ يقول أن لديهم مشهد معا بعد الظاهرة فليتدربوا على نصهم في غرفة الانتظار الآن ثم يسألها هل يمكنها إخباره الآن لماذا هي غاضبة منه؟ تقول له ما الذي يقصده بكلامه؟ فتفكر في عقلها هل هو لا يعلم حقا؟ ما هو أنت لو مهتم؟ كان عرفت لحالك أستاذ كانج سيونج هيون ثم يسأل لماذا تتجنبه؟ هل فعل شيئا لها؟ تقول له يورا إذا كان يقصد عن تغيير المقعد لقد أخبرته بالفعل سيشعر كانج لي بالخجل إذا جلس بمفرده يسألها هل حقا ذهبت لتجلس معه لأنها قلقة عليه؟ تجيبه أجل وماذا في ذلك؟ إنه أيضا قريب من الآخرين لماذا لا يمكنها أن تكون قريبة منهم مثل ما يفعل؟ ثم يحدق بها بعدها يقول مهلا هل فعل ذلك بسبب الإشاعة؟ هل حقا لا تثق به؟ هذا كله مجرد سوء فهم تقول له سوء فهم؟ أي خبرها ألا تسيء فهمه بعد تلك الصورة؟ هل يمزح معها الآن؟ من المفترض أن يوضح الأمر لها لكنه لا يقول شيئا هل يريد منها القول له لننفصل؟ أي يريد هذا؟ يقول إنها حقا تسيء الفهم بشدة الآن لماذا تشك به؟ تجيبه لأن الصورة واضحة للغاية إنه كان يشتري قلد الممثل لا يعرفها لأقل من شهر؟ إذا أهد ويقول أن هذا لديه أسبابه الخاصة لفعل هذا تجيبه حقا؟ إذن هي أيضا سيكون لديها أسبابها إذا فعلت هذا له في المستقبل يفكر سونجيون في عقله أنه يجب أن يذهب قبل أن يتشجره بعدها يلتفت ليورا ويسألها ألا يمكنها فقط الأثق به؟ تقول له من قال أنها لا تثق به إنها فقط تريد منه أن يشح لها الواضع يفكر سونجيون هل يجب أن يخبرها بالحقيقة؟ لكنها ستكتشف الأمر في عيد ميلادها من الأفضل أن لا يخبرها الآن لكن هل حقا الأمر يحزنها لهذه الدرجة؟ إنه سعيد أنها تشعر بالغيرة لكن إنها مفاجأة عيد ميلادها لا يمكنه إخبارها ويعتذر في عقله ثم يلتفت ويقول يور لم يكمل كانت يور تتحدث عن الهاتف فتقول كانجلي لقد نسيت أنا آسفة يقول سونجيون كانجلي مرة أخرى ثم تقول يورى أنها قادمة الآن يتسأل سونجيون متى قام بتبدل أرقامهم مع بعضهم البعض ثم تقول يورى أنها ستذهب له لقد أخبرته أنها ذهب إلى المرحاض ونسيت الأمر يخبرها سونجيون أن تتوقف لم ينتهي من الحديث بعد تقول له لم يعد هناك حديث بينهما انتهى الأمر يغضب سونجيون تقول له يورى إلى اللقاء يذهب إليها سونجيون ويخبرها ألا يمكنها الاستماع له وعندما تتفت كانت يورى تبكي تقول له لا تريد الجدال بعد الآن لذا فليدعها تذهب بهدوء يقول سونجيون لم تمر فترة طويلة منذ أن ارتبطا بماذا يحدث هذا بعدها يرى نصها في غرفته ويقول هل أحضرت النص معها إلى هنا البشر حقا يفعلون أشياء مجنونة ماشي أستاذ فضائي انت تحدق يورى بنفسها في المرآة وتقول ما الذي يجب عليها أن تفعله فيمكنها السماح لكانجلي برؤيتها هكذا ثم تأتي الرسالة ليورى من جين تقول لربما ذهبت لرؤية سونجيون لذلك أخبرت كانجلي أنها لست على ما يرام يمكنها الذهاب لغرفة الانتظار والراحة تقول يورى إنها حقا تشعر بالأسف الشديد لكانجلي وجين لتستطيع ترك الآخرين يتأثرون بسبب مشاعرها الخاصة ليس الأمر كأنها لا تثق بالسونجيون لكن هذا كله بسبب تجربتها السابقة وتقول كما تعلم سونجيون السبب الذي يجعلني صبورة على الماضي وأنت لكن عندما أكون بمفردي وألتزم الصمت أبكي وأصبح حزينة هذا مؤلم حقا قلبي يؤلمني ثم يطرق أحدهم الباب تقول يورى أهو سونجيون هل أتى الآن ليوسيها لكن كان كانجلي يسأل يورى ما إذا كانت بخير تقول له يورى إنها بخير كانت ستأتي لهم مرة أخرى لكن لم تشعد أنها بحالة جيدة وتعتذر له يسألها لماذا تعتذر هل هي مريضة؟ بعدها يحدق بها ويقول هل كانت تبكي للتو؟ تتوتر وتقول لا هي لا تبكي يصرخ ويقول ليعلم أنها بكت هل هي مريضة لدرجة البكاء؟ هل يجب أن يذهبوا للمشفى فورا؟ تجيبه لا الأمر ليس كذلك لماذا ألت الأمور إلى هذا؟ يستمر ويقول إذن هل يمكنه إعطاءها تدليك؟ إنه جيد في هذا تخبره لا إنها بخير لقد قالت لا يستمر ويقول لكنها لا تبدو بخير سيفعل لها تدليك فتدعوه يفعل ذلك سيريهها تقول لها الأمر فقط أنها بخير حقا إنه لا يستمع لها على الإطلاق ثم يقول أخبرها أنه جيد في ذلك لا تقلق يجب أن تحصل على تدليك إذا شعرت أنها ليست بخير مع هذا كل شيء لم تستطع يورا رفضه وكان في بعض الناس سمعوا كل حاجة صارت بيبدأ اسمهم بحرف سيونج هيون وكان مولع خرجت مينا واجيل من غرفة الطعام وتتحدثان ثم رأت جين سيونج هيون تسأله هل انتهى من التحدث ليورا لقد كانت متحمسة للقائه يخبرها أجل لقد نسيت يورا هذا فلترجعه لها تلتفت وتسأله لماذا لا يرجعه لها بنفسه ثم تقول حسنا ستعيده هي تقول مينا يبدو أن مزاجه سيء أليس كذلك تجيبها جين أجل يبدو الأمر كذلك يقول سيونج هيون انه لا يشق في يورا يضع ثقته الكاملة فيها لكن لماذا مزاجه سيء هكذا واو هو يا خيبتي بدي أنجط من الحركات الهبلة أنا كل واحد بفكر اتنان بيخونه والاثنان بثقوا في بعض بس بدهم يبرروا لبعض شو هذا وأتى وقت التصوير وهنا الأستاذ سيونج هيون كان بيحض مكياج عشان يلمع في الشاشة لنشعرف أنه حل بدون الإشي المهم تحدق فيه يورا وتقول كما هو متوقع يدو مثاليا للغاية حسنا هذا جيد بعد كل شيء إنه البطل هذا ليس من شأنها يأتي كانجلي ليورا ويسألها هل يتشعر أنها بخير الآن تجيبه أجل وتشكره يقول لها هل صدقته الآن إنه جيد في التدليق تتبطر وتقول هذا صحيح وتسأله هل هو سيمثل في المشهد التالي يجيبه أجل لما تبقى سوى القليل على مشهده لذلك سينتظر سيونج هيون تسأله هل يعرف متى سوف ينتهي الفيلم يجيبها لا لكن يشعر أنه سينتهي قريبا فلم يتبقى سوى القليل من المشاهد ومن ثم يمكنهم الراحة قليلا ثم يقول إنها تتعرق لا بد أن هذا بسبب ارتدائها لملابس جتوية في نصف الصيف ويقوم بمسح جبينها لها تقول له أنه لا حاجة للقيام بذلك ستبسحه أثناء تعديل المكياج بعدها يقوم بعض الناس بخطة طاولة بصوت عالي تسأله مصففة شعره ماذا هناك لماذا فعل ذلك يعتذر لها ثم يقول الناس في موقع التصوير لا يبدو أن سيونج هيون في مزاج جيد اليوم تسأل كانج لي هل هذا بسبب التصوير بسببك يا أخو يا حبيبي يعطيهم المدير تعليمات سيوضح لهما ما الذي يجب أن يفعلانه سيمسكان بأيض بعضهما وسيواصل السير لهناك وهما يتحدثان ويخبرهم المدير أن يستعدان الآن تمسكه يورا من يده ويقول لها هذه الطريقة وكأنهما زوجان في حفل زفاف تخبره أجل وماذا في ذلك ستمسك بيده بالطريقة التي تعجبها يضحك سيونج هيون ويقول رغم مشجريتهما ولكن يتعين عليهما تصرف كأشقاء متقاربين في الفيلم كانت قلقة من عدم تركيزها على التصوير بسبب سيونج هيون لكن لا لقد أدوا دورهم بشكل جيد وهذا بفضل سيونج هيون بعد كل شيء إنه سيونج هيون الممثل المثالي إنه المثل الأعلى لجميع الممثلين والمعروف بكونه شعلة التمثيل على الرغم من أنهما أحباء لكن لا يسعها سوى احترامه وتقديره ويقول المدير كات أحسنا صنعا سينتهي الفيلم قريبا بهذا المعدل ليأخذ استراحة لبعض الوقت ويواصلوا بعدها ثم يقول السيونج هيون أن ينتظر دقيقة ما زال يشعر أنهم لم يصويروا شيئا هل يمكنهم إعادة المشهد؟ وتتجمد يورا ماذا؟ يقول المدير لقد كان التصوير مثليا بالفعل تقول يورا في عقلها أن هذا صحيح لكن يكون المدير لكن إذا كان السيونج هيون يرغب في ذلك فحسنا ليعيده مرة أخرى تفكر يورا ما هي المشكلة؟ هل هناك حقا مشكلة في التصوير مثلما قال السيونج هيون؟ هل يرى شيئا خاطئا في المشهد؟ حسنا يجب أن تذور المزيد من الجهد وبعد القيم بالمشهد من المرة الثانية قال السيونج هيون أنه لم يعجبه هل يمكنهم إعادة التصوير مرة أخرى؟ ومرة أخرى ومرة أخرى خامسة وفي المرة السادسة أيضا ومرة سابعة قل المخرج أن يعيد المشهد مجددا يورا تتسأل ما الذي لم يعجبه في المشهد؟ يتحدث الناس هذه المرة الأولى التي يروا بها سيونجيون هكذا كل شيء كان يبدو مثليا فلماذا يفعل ذلك؟ ثم يأتي مدير أعمال كانجلي ويخبره أن يذهب لقد تأخر الوقت وغادر كانجلي يناد سيونجيون على المدير تسأل يورا هل يريد إعادة التصوير مجددا؟ يقول سيونجيون يبدو أنه كان مخطئ لا يوجد شيء خاطئ في التصوير لذلك قل يأخذوا استيراحة لمعض الوقت وهنا يورا جلست تحدق به يخبره المدير حسنا سيأخذوا استيراحة قبل بداية المشهد التالي تقول يورا أهذا الرجل يفعل ذلك؟ بسبب رغبة كانجلي في لقائها بعد التصوير؟ تذهب إليه وتسأله لقد كان يفعل ذلك لغرض معين أليس كذلك؟ تكرار التصوير أكثر من مرة قال كانجلي لها أنه يريد بعد التصوير لقائها لذلك فعل ذلك أليس كذلك؟ يقول إذا كانت تعرف السبب فلماذا تسأل؟ تغضب منه يورا وتقول أنه تخطى حدوده أخبره أن تثق به لكن فلينظر إلى ما يفعله يجيبها ذلك أمر مختلف عن هذا تقول له بالطبع الأمرين مختلفين لأن هذه المرة هو تخطى حدوده كثيرا يجيبها ألم تقول له أنها لا تريد الجدال معه والآن هي تفعل ذلك؟ تقول هذا لأنها تريد أنهاء الأمر هنا لم تكن ستذهب مع كانجلي بعد التصوير لكنه طلب بطفولي أن نعيد المشهد أكثر من مرة يقول لها أنه يثق بها لكنه لا يحب كانجلي تسأله هل فعل شيئا له ليكرهه؟ يجيبها أنه فقط لا يحبه تصرخ وتقول لا يجعل عضبه منها حج لكره كانجلي أنه لطيف وكذلك أثناء الغداء لقد تصرف بطفولية أيضا لأنها ذهبت معه أليس كذلك؟ يجيبها ولماذا كان عليها الذهاب معه من الأساس؟ كانجلي ليس طفل يبلغ من العمر سنتين لتذهب معه ثم تقول يورا لا تعلم لماذا لكن في بعض الأحيان إنه يكون بغيضا حقا لقد اعتدى أن يكون شخصا مستقيما إلى أين ذهبت شخصيته؟ يقول سونج هيون أنيسة هوانج يورا تتساءل لماذا فجأة يناديها بأنيسة وتجيبه نعم سينيور يقول إذا كانت تريد منه عدم التصرف بطفولية إذن من فضلها لا تفعل أشياء تذير غضبه وتساءل يورا من الذي يتحدث عنه الآن؟ ثم تأتي جين آه كانت تبحث عن سينج هيون لم تكن تتوقع أن تجده مع يورا تقول يورا أنهما كان فقط يتدرب على النص تقول جين آه كان يجب عليهما دعوتها لتدرب معهما وتنادي على سينج هيون وتخبره حول هذا تعتقد أنه لا يمكنها قبول هذا العقد تحد غيره وتقول ما خطب هذا الجو يقولها سينج هيون لا يوجد ما يمكنه فعله بما أنها من اقترحت فكرة الذكرة السنوية لذا فلتأخذه فقط تقول جين آه حقا؟ إذن يبدو أنها ستتبهى بذلك قليلا لكن تعتذر حقا مجددا كانت هي من تسببه بتلك الفوضى والشائعات في النهاية يبدو أن حبيبته رأت الإشاعات وتسبب ذلك بسوء فهم بينهما هل تشجره؟ يجيبها أجل حدث ذلك بالفعل وأصبحت تتهمه بأفكار خطئة وتزعجه تشعر يورا بالحرج بعدها يأتي أحد ويخبر سينج هيون أن المدير يبحث عنه تقول يورا انتظروا اللحظة ماذا حدث إذا كانت هي من أسأت فهمه؟ هل حكمت على الموقف بشكل خاطئ؟ هل كانت مجرد هدية للذكر السنوية للشركة حقا؟ ما الأمر؟ ما الأمر الذي حدث بعد كل شيء؟ ثم تسأل جين آه يورا ما الذي حدث؟ هل هي بخير؟ تجيبها لا تقصد أجل أجل إنها بخير تقول لها جين آه هل رأت ترك المقالة هي أيضا؟ واعتقدت أنها هي وسينج يون يتواعد تجيبها يورا لا لم تفكر بذلك إطلاقا إطلاقا حطوا تحت إطلاقا خطين تقول جين آه حقا هذا جيد جمع التعليقات كانت عبارة عن نشرهم لشائعات أننا وقعان في الحب وظلت تبكي خوفا من أن تعرف حبيبة سيونجيون بشأن الأمر وينفصلا بسببها إنها محظظة حقا أنهما لم يتقاتلا بسببها تقول يورا أن قتالهم لم يكن قتالا فقط فالكان دمويا ثم تقول يورا إذن ما الذي حدث بينها هي والسيونجيون تقول جين آه في الواقع ذهب السيونجيون ليشتري هدية عب ميلاد حبيبته لكنها تبعت لقد كانت قلقة من أن يطرد بسبب انتشار شائعة مواعدته لكن في النهاية تسببت في مشاكل وإشاعات عند اتباعها له تقول لها يورا حقا تجيبها جين آه أجل هذا ما حدث فلتفكر في الأمر ما سيصدق شائعة الذكرى السنوية للشركة أرادت فقط التعرف على حبيبته لذلك فعلت كل هذا تقول جين آه لم يكن سيعطيها العقد إذا اختره بنفسه لكنها من اختره لذلك أعطاها إياه إنه رومانس للغاية أليس كثالك تفكر يورا إذن في ذلك الوقت كان يريد شراء هدية عيد ميلاد وانتهى الأمر بشجارهما تقول جين آه لا تعلم من هي حبيبته لكنها غير منها حقا إذن في تلك المرة عندما قال إنها لا تثق به هذا كلهم مجرد سوء فهم لديه أسبابه الخاصة لفعل ذلك وتلك المرة عندما قال لها ألا يمكنها فقط الوثوق به أكان يحاب الجاهدا لإخفاء أمر هدية عيد ميلادها تسألها جين ألا تكلمه تقول لها يورا لا تستطيع تصرخ وتقول أحقا لن تكلمه تقول لها يورا أجل إنها لا تستطيع تجيبها جين إلى متى سوف تتجنبه هيا فلتمسك الهاتف الآن يقول لها سولة يمكنها تجنبه للأبد فلتتحدث معه تقول يورا لا تعلم ماذا تقول له إنهما مذنبان كذلك كان يعرفا بشأن الهدية ولم يخبرها بأي شيء تقول لها جين لكن من اسمها إنها هدية لا يمكنها إخبارها كما أن سيونغ هيون أراد جعلها مفاجأة لها تصرخ عليهما وتقول وأن يكون أيها الخائنون انظر الآن ماذا حدث بسبب حواقاتها تقول لها جين أن تتوقف عن التذمر ولتذهب وتحدث سيونغ هيون يقول لها سوء أنه يفهمها نوعا ما عندما سمع بشأن الذكرى السنوية للشركة صدمة لأنها أول مرة يكون لديهم شيئا كهذا عندما اتصل عليه سيونغ هيون أخبره أن يذهب ويشتري هدايا لجميع من في الشركة ويخبرهم أنها للذكرى السنوية تلاشت نصف ميزانية الشركة والفضل يعود لذكاء سيونغ هيون وجين آه سيقتل كلاهما سيونغ هيون وجين آه تخبره جين أن يهدئ من روحه لقد تم اشراء الهدايا بالفعل وانتهى الأمر يخبرها سوء على أي حال تم توضيح سوء الفهم لذلك فلتذهب وتحادثه تقول لها جين تجنبه ليس الحل المناسب لهما تقول يورا على الرغم من أنه تم توضيح سوء الفهم لكن أشعر بالذنب لتشاهله والأسف والحزن عدم تصديقه يرويدها هذه المشاعر متداخلة لدرجة أنها لا تعلم ماذا تقول عندما تقابله مرة أخرى ثم تقول يورا على أي حال هذه لست المرة الأولى التي يفعل بها سيونغ هيون هذا كله بسبب كلماته القليلة إنه لا يوضح لها أي شيء دعي من ما يبقى صامتا وهذا هو سبب سوء الفهم بينهما أليس كذلك؟ فتسألهم لماذا لا يتحدثان؟ ثم يقول ما هو ذا الذي تفعلينها يا يورا؟ تحدق به فكان السيونغ هيون هو من جالس أمامها تقول يورا إنه هناك مباشرة الرجل الذي مر للتاو كان السيونغ هيون أليس كذلك؟ إنه فاتا لدرجة أنها لا تستطيع النظر لوجهه لماذا هو هنا؟ ثم تقول إنها تشرب النعاس لا بد أنها بدأت تهلوس يقول لها السيونغ هيون إنه ليس حلما تحدق به وتقول إنه يفجؤها دائما حتى لو تشجراه إنه دائما ما يجعلها تشتاق له ويقول لها يا لها من امرأة شجاعة لجعله يأتي إلى هنا بسببها طبعا شوفوا الناس اللي في المحال سابقوا الحاجة وكلهم قادرين يحدقوا في السيونغ هيون ويورا وبصوره تصرخ يورا وتقول لماذا هو هنا؟ وليرتدي قبعة حتى لتغطية وجهه كانت خائفة يقول لها السيونغ هيون أن القبعة لا تناسب البدلة تصرخ أهذا ما يهمه الآن؟ يقول إنها من تتجنبه لذلك هذا ليس خطأه إذا انتشرت شائعات عنهما شائعات؟ شائعات شائعات؟ لا 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 بعدها يضغط السيونغ هيون على جرس الطلب تقول لها يورا مهلا لماذا يضع على زر الطلب؟ وجاء مدير المطعم بسرعة تخبره يورا إنه سريع جدا يقول السيونغ هيون لصاحب المتجر هل لديه أي غرفة في الطابق الثاني تحتوي على طاولة لخمسة عشر شخص؟ تحدق به يورا وتقول خمسة عشر شخص؟ ثم يأتي مين سونغ العسل للقمر ويقول يبدو أنهم جاءوا للمكان الصحيح لماذا الشركة تقيم حفلة عشاء فجأة؟ ثم يقول أحد الأعضاء لكن مين سونغ إنه ليس من ضمن شركة سيونغ هيون يقول مين سونغ هذا صحيح لكن لا يوجد أحد غيره ومن سيجعل الأجواء ممتعة كان صاحب المطعم يشعر بالفخر أنه متجره مليء بالممثلين تتبطر يورا وتسأل سونغ هيون ما هذا؟ يجيبها هل تعتقد أنه سيخرج علنا دون أي تدابير مسبقة؟ تقول له يورا هل هذا حل؟ أن يستدعي خمسة عشر شخصا؟ يجيبها سونغ هيون أجل ولما لا إنهم بالفعل هنا ثم تقول كان يجب عليه إخبرها مسبقا على الأقل ويضحك سونغ هيون ثم يغادر الإثنان تسأله يورا هل من النجاية ذهابه أولا وهو منظم الحفلة؟ يسألها هل تعتقد حقا أنه سيتناول العشاء معهم؟ لقد جاء إلى هنا ليأخذها فقط كما أنه أعطاهم بطاقته عشاءهم على حسابه يسألها سونغ هيون لماذا لم تجيب على الهاتف؟ تقول إنها فقط لا تعلم ماذا تقول له الكلام لا يخرج من فمها حقا ثم يقول ما هذا؟ فقط فلتقول ما تشعر به لا تكتم شيئا بداخلها ثم تقول إذن؟ لماذا لم تخبرني عن المفاجأة؟ لقد جعلتنا نتقاتل بلا سبب إذا كنت أخبرتني ما كنت سأذيك بكلماتي هذا لم يعجبني أنا أعتذر حقا عن جميع ما قلته لك لقد كنت غاضبة فقط أنا لم أكن أقصد الكلمات التي قلتها لك هذا كل شيء يبتسم ويقول فليكن في علمها لم ينتهي شجارهما بعد لقد تركته وذهبت لكانغ لي في ذلك اليوم تعتذر له وتقول أيضا لقد كانت غاضبة لا أكثر لم تعلم ماذا تفعل تمد يدها وتقول أنه تم الأمر يسألها ما هذا؟ تجيبه إنها مصالحة كلهما أخطأ في حق الثاني لذا فليتصالحه يتنهد ولا يمد يده تقول ماذا؟ إنه مخطأ أيضا تقول له إذا كان لا يرغب في ذلك فليغير الطريقة لي بعدها يمسك بيدها ويقول إنه آسف لجعلها تسيء فهمه فيحدقان في بعضهما البعض بعدها يضحكان وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية قصتنا لليوم السلام مسكو الخيتام وداعا